اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزية والمهندس طارق الملا وزير البترول والدكتور المعدنية والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية حيث تم عرض جهود الدولة في هذا الإطار وكذلك الشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال التعدين للتعاون في مجال البحث والتنقيب عن المعدن خاصة خام الذهب وقد قد يد الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر بالتكمل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة وحوكمة المنظومة بالكامل إدارياً ومجالياً بما في ذلك التعاقدات مع الشركاء الأجانب بهدف الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وحسن إدارتها حفاظاً على حقوق الدولة ترجمة نانسي قنقر